بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلو الاخذة من لساني يفقه قولي ثم اما بعد يلا بينا نكمل رحلتنا في كتاب ماتع جدا كتاب الالحاد سؤال وجواب هو طبعا مش الماتع فيه ان فيه الحاد ده الماتع فيه ان فيه جواب يعني احنا بنرمش الشبهات وخلاص حابيرمش شبهات والرد عليه خلاص عشان في بعض الشاب يقول لي انا بخاف من اه الشبهات في الكتاب لأ ما تخافش احنا احنا العكس انا لما لي نفسي خايف يبقى ده دليل ان انا يعني يا اما اه ان شاء الله بازن الله انا كده على الجادة ومحتاج ان انا اتعلم مزيد من العاخذة للترحيد عشان اثبت اكتر يا اما جيب انا كده عندي مشكلة طب لازم الحق بسرعة احلها احتفقنا ان احنا ان شاء الله بازن الله هندرب مع بعض ضربات من حديد قلنا رحلة بحرية بحرية ايه حربية هيبقى اه يعني ايه اه مركب كبيرة سفينة كبيرة عليها حاملات طائرات هنضرب الشبهة ونرد عليها هنضرب الشبهة ونرد عليها هنضرب من حديد في هذا الكتاب بإذن الله تعالى كتاب حقيقي ماتع جدا في بابه يعني طيب السؤال هنا النهاردة بيقول حاجة جميلة جدا وسؤال يمكن بيتسئل كتير جدا من المسلمين يمكن حتى كان قبل الملحدين المسلم اللي هو ممكن يكون لسه مدرسة عقيدة من درسة توحيد فاحنا دايما لو بنأكد ان احنا بنتعلم مع بعض الالحاد والشبهات بتاعتها والرد عليها علشان نقدر بعد كده نعمل ايه نرجع نتعلم عقيدة وتوحيد ونثبت الايمان فدورة الالحاد بشكل عام سواء الدورة الماضية او اه الدورة دي احنا في الاول في الاخر بنتكلم على جزئية مهمة الا وهي جزئية ايه جزئية الاعتناء بتعلم العقيدة والتوحيد فاحنا بنخلال الشبهات والرد عليها بنبدأ نقول اه زي احنا عندنا مشكلة في الحتة دي وعندنا مشكلة في الباب ده فاحنا محتاجين ايه اه يعني نتعلم هذا الكلام بإذن الله تعالى طيب خلينا نقول ان اه اولا انا يعني ايه يعني انا معاكم كده ايه واحدة واحدة انا لو في تعليقات مش واضحة قوي بالنسبة لي او مش ظاهر قدامي تعليقات قوي فالله المستعين يعني يعني اول السلام عليكم طيب وعليكم السلام ورحمة طيب انا مش بان قد ايه والتاريما مش ظاهرة مش عارف لي مشكلة في النات ولا ايه اما حاجة عندي بس بقى الصوت وصل لكم كويس اكدوا علي بس ان الصوت وصل تمام ان شاء الله طيب اول سؤال معنا في اه في الجزئية دي بقى او في الراحلة دي بنتكلم عليها جزئية مهمة قوي اه لا وهي لماذا خلق الله الكافر لماذا خلق الله الكافر وده يعني سؤال مشروع جدا ومهم جدا ان احنا نخب بالنا من الاجابة لان الاجابة دي هترتب عليها امور خطيرة جدا جدا لماذا خلق الله الكافر اول حاجة عايزيني ايكد عليها ان الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ومش معنى تاني مش معنى ان بنقول لا يسأل عما يفعل ان ما فيش اجابة ده في اجابة طبعا وافعل الله سبحانه وتعالى كلها عن حكمة ولكن نحن نسأل عن الحكمة من فعل الله تمام جزاكم الله كل خير. نسأل عن الحكمة من فعل الله ولا نسأل الله ولا نحاسب الله. وزي ما قلنا قبل كده يعني الملحد بيظل وكأنه ايه? وضع الاله في آآ في المحاكمة. محاكمة الاله. فنقول احنا كمأمونين كمسلمين بالله ومستسلمين لشرع الله. اننا نسأل عن الحكمة من فعل الله سبحانه وتعالى. ولا نسأل الله سبحانه وتعالى. وازا سألنا نسأل بحد. الزب حدك. نلزم بأدب. نلزم آآ نسأل بآآ باستفهام ولا نستنكر على الله سبحانه وتعالى ابدا وحشى المؤمن ان يستنكر على الله سبحانه وتعالى اي فعل. فافعال الله سبحانه وتعالى عن حكمة. افعال الله سبحانه وتعالى عن حكمة. ماذا يكون لكم الله خير? عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب. هنقول بقى لا يحق لنا السؤال عن افعال الله ولكن فعلا ايه? افعال الله عن الحكمة والمنفعة تعود على المخلوق وليس تعود على الخلق. الله سبحانه وتعالى هو الغني. الله سبحانه وتعالى الغني عن العالمين. لا يضره كفر الكافرين ولا ينف ايمان المؤمنين. يبقى مين اللي بيحتاج ان هو يتعلمه? مين اللي بيحتاج ان هو يعرف الحكمة? آآ المخلوق. يبقى افعال الله عن حكمة. حتى لو انا جهلت الحكمة. حتى لو انا مش عارف الحكمة. مش عارف ايه اللي بيحصل في غزة ده بيحصل ليه? مش عارف الزلازل والبراكين دي ليه? مش عارف اللي حصل في ديرنا والمدن اللي يعني محيتنا على الارض والبحر اكلها. مش عارف ليه? مسلا يعني بتصرفنا عارفين لكن يظل في الاخر ان في حكم كثيرة جدا من افعال الله وهذه الحكم تعود المنفعة بها على الايه على المخلوق وليس الخالق وهنشوف الكلام ده معنا النهاردة يعني ايه باستفادة باذن الله طيب خلانا اقول هذه الاسئلة وهو المتشكك بقى هنا والملحد بيسأل هذه الاسئلة وعشان نوضح الجزئية دي في البداية لماذا خلق الله الكافر خلينا اقول لكم الاجابة في اول المحاضرة خالص وهنستصرد وهنستصرد معاها ونفرد الاجابة وهنقول ولأكد على الكلام ده تاني في الاخر لماذا خلق الله الكافر وبضدها تتميز الاشياء خدوا دا لكم حتري خطيرة جدا وحط احتها من الخط وبضدها تتميز الاشياء فلولا وجود الليل ما علمنا النهار ولولا وجود الضلال ما علمنا الهداية ولولا وجود الكفر ما علمنا الايمان ولولا وجود الكافرين ما علمنا نعمة الايه الايمان بالله وعلمنا نعمة الايه وجود المؤمنين فبضدها تتميز الأشياء تخيلوا كده لو أننا كلنا مسلمين كلنا مؤمنين طب ما نبقى في الجنة بقى لكن ربنا صحى الله قدر أن يبقى فيه إرسال رسل وإرسال الرسالات ومنهم من شاء ومنهم من أبا ودالة هنشوفه مع بعض فلو كان كل الناس مؤمنين طب ما نعيش في الجنة بقى نحن عايشين في الأرض ليه ما نيلا بينا نطلع على الجنة لكن هو ربنا صحى الله قدر أن يبقى فيه اختبار ويبقى فيه اتلاع في هذه الدنيا الفادية البلاء طيب يسأل المتشكك والملحد المعترض على أفعال الله إذا كان الله قد خلق البشر لعبادته فما الحكمة من خلق الكفار الذين لا يعبدون الله صحيح الله رب الله صحى الله قال فيه سورة الداريات وما خلقت الجنة والإنسة إلا ليعبدون يبقى الله صحى الله لم يخلقنا إلا لإيه للعبادة وعلى التفسير يعبدون أي يوحدون طب أم الخلق الكفر ليه طالما أنه لا يعبدوا وهل من العدل بصوا بقى الحتة دي وهل من العدل أن يخلق الله خلقا ليكون مصيره من نار والعذاب الأليم ألا يتناقض ذلك مع رحمة الله هو من العدل أن الله سبحانه وتعالى يخلق مخلوقات يعلم في علمه الأزلي أن سيكون مقالهم إما لجنة وإما لنار ثم يحاسبهم عليها ثم يدخل الكافرين النار مش ده يتناقض مع رحمة الله برضو كلام دائما بنأكد على أن أسئلة المتشكين وأسئلة الملحدين صدقوني ركزوا في الأسئلة هتجدوا أن الإجابة في السؤال هتجدوا أن التناقض في السؤال نفسه نفس الشخص اللي بيقول هو ده عدل يعني هو ده عدل أن الله سبحانه وتعالى طبعا من عدل طبعا الله سبحانه وتعالى هو كمال العدل الله سبحانه وتعالى تمام العدل العدل المطلق واما ربك بضلها من العبيد ربنا سبحانه وتعالى لا يقضل المسخلة ذرة دائماني كمؤمن لكن خلينا نرد على اللي بيتشكك وبيقول الأسئلة دي هل من العدل أن الله سبحانه وتعالى يخلق مخلوق يعلم ما قاله يعلم أن ما قاله إلى النار ثم يدخله النار وده في رحمة والأمر ده في رحمة اه طبعا فيه كمال العدل وكمال الرحمة ورد بسيط في البداية قبل ما نجاوب بسيط جدا هنقول ايه هنقول نفس الشخص ده اللي بيقول هل من العدل ان الانسان المخلوق العاصي الكافر يدخله الله سبحانه وتعالى والنار ويخلد الكافر في النار أليس في ذلك عدل أليس في ذلك رحمة نقول انه تمام العدل وتمام الرحمة ونفس الشخص اللي بيسأل نفس السؤال ده لو قل له طب يا انت عندك ايه المشكلة ان رحمة ربنا وسحت كل شيء يبقى المفترض ان هو ما يتعذبش في الاخرة طيب خلاص مش هنعذبه في الاخرة يعني ايه يعني هيبقى فيه جنة بس هيبقى فيه جنة بس طب هو ده من العدل الله نفس الشخص اللي بيقول أليس من العدل تراقد العدل مع الرحمة ان الله سبحانه وتعالى يدخلهم النار لو قل له طب خلاص مفيش نار وكل المخلوقات هتدخل الجنة هيرجع تاني نفس الشخص يقول طب هو ده عدل يعني يتساوى القتل مع المختول والصارك مع المصروق والزاني مع العفيف ويتساوى الكافر مع المؤمن يعني واحد يتعف نفسه عن الحرام لله يتساوى مع انسان كفر بالله طب ده عدل لا إله إلا الله طب ما تقول لي انت عايز ايه فأحكام الله وأفعال الله عن عدل عن حكمة عن رحمة عن علم ودي امور مهمة جدا لابد ان نؤكد على هذه الامور وهذه الاسئلة يكسر ترددها وتكرارها من الملحدين والمتشككين والطاعنين في افعال الله رب العالمين معنى السيان ان الله سبحانه وتعالى يوصف بكمال العدل وكمال الحكمة وكمال الرحمة وكمال العلم عشان كده الإجابة ببساطة جديدة جدا في الجزئة دي وهنا في فرقان حقيقي بين المؤمنين وبين الكافرين فرقان هنا في صفات الله في اسماء الله وصفاته اننا كمؤمنين نثبت لله سبحانه وتعالى كمال العلم كمال القدرة كمال الحكمة كمال الرحمة بخلاف الكافر اللي قال ان ربي مات او انه مثلا يقول بانه ينام او ان ربي لا يسمع الدعاء او انه يرضى بالكفر يرضى بالظلم لا يرحم شرعه فيه اخطاء ولا حول علاقات الا بالله فرقان والله بين المؤمن وبين الكافر المؤمن يدرك بان الله سبحانه وتعالى هو الحكم الحكيم المؤمن يدرك هذا الامر ويؤمن ويصدق ويقن بكلام الله ويقن بوعد الله للمؤمنين بالجنة والخلوط فيها ويؤمن ويقن بان الكافرين وكلما مات على الكفر كان مخلدا في النار يؤمن بهذا الامر فيطمئن ويرتاح البال التاني عمال يأكل في نفسه ربنا ظلمني ربنا بيرضى بالظلم ربنا هو عمال يأكل في نفسه انا كمؤمن مع كل القتل وكل الدماء ده انا ساكن وهادي ومرتاح ومش معنى كده ان انا مبسوط لا مش مبسوط بيراقة الدماء لكن بقول فقارات نفسي انا مؤمن بان الله حكم حكيم اطمئناني بكمال صفات الله سبحانه وتعالى ده يخلي الانسان يسكن ويقدر يكمل الحياة بخلاف غيره من انكر وجود الله ومن انكر شرع الله ولذلك سيكون الجواب عن هذا السؤال ايه هو السؤال حد فاكر في سؤال هنا اقول له في الاول لماذا خلق الله الكافر وهل من العدل ان الله سبحانه وتعالى يخلق الكافر ثم يجعله مخلدا في النار هل هذا من الرحمة فهنرد على السؤال ده سؤال الكفر سؤال الشر لماذا خلق الله الشر لماذا خلق الله ابليس لماذا إذا خلق الله سبحانه وتعالى الكفر والكافرين السؤال هل تتخيل حبيبي في الله هل تتخيل واحد فيه مليار واحد في التريليون أن الله سبحانه وتعالى يحب الكفر والكافرين أن الله سبحانه وتعالى يرضى بالظلم أبدا والله أبدا ولكن ضدها تتميز الأشياء لما يحدث أنه فيه كفر فيحدث أنه فيه إيمان لما يحدث أنه فيه ضلال فيحدث أنه فيه هداية فده أمر مهم جدا فنتكلم عن أربع حاجات أساسية الكتاب هنا ذكر فيهم آآ تلات امور. ويعني انا اجتهدت ان انا اوصل الجزء الرابع برضو للدكتور ان شاء الله يعني ايه آآ ان اتدارك ده في الطبعات القادمة وان شاء الله نضيفها بازن الله ان شاء الله بازن الله. الدكتور هنا اتكلم على آآ دكتور الشام عزمي جزاء الله كله خير. اتكلم هنا عن تلات حاجات. العدل والحكمة والرحمة. العدل. عدل الله. حكمة الله. رحمة الله. عشان نجاوب على السؤال ده. لازم نفهم ان فيه اتصاق بين اسماء الله وصفاته. انفعش اقول هل من العدل? طب انت نسيت الحكمة? انت نسيت الرحمة? الحاجة الرابع هنا مهم جدا ان الله سبحانه وتعالى عليم. فلو انا عايز اتكلم على اساس وقواعد خرصانية مهمة جدا في السؤال عن الاسئلة المعلقة بالامام بالقدر او عن افعال الله والحكمة من وراء ذلك فيه اربع حاجات لازم انا لا اغفل عن واحدة منهم. الا هو هي ان الله سبحانه وتعالى رحمان رحيم حكم حكيم عليم عدل. الحاجات دي اساسية دي قواعد خرصانية ما ينفعش ان يجي جنبها. قواعد خرصانية. حتى لو انا لم ادرك الحكمة. لكن عندي يقين دي ان الله حكم حاجيم. اه لم يكن عندي من العلم الكافي. صحيح وفوق كل دي علم العليم. طبيعي جدا. ده الواحد لو متخصص في مجال معين ووصل لاعلى الدرجات فيها يظل في الاخر ان الله سبحانه وتعالى هو العليم. اه ده امر مهم جدا. يبقى فيه اربع حاجات اساسية من اخفلش عنهم احنا منتكلم عن جواب الشر او لماذا خلق الله الكفر والكافرين. لابد ان نتكلم عن علم الله وان الله هو ان الله سبحانه العليم. يعلم ما كان في الماضي. وما يكون في الحاضر. وما لم يكن لو كان كيف يكون في المستقبل. ده علم الله الواسع الكبير المحيط سميع بصير خبير عليم قدير. فلابد ان نتكلم واحدة نتكلم عن هذا السؤال عن اربع محاور اساسية. نتكلم عن العدل عدل الله. حكمة الله. رحمة الله. ولا نخفر عن ايه. علم الله. طيب. تعالوا بقى نتكلم اول حاجة عن عدل الله. في جواب هذه الشبهة. نحن بحاجة الى اجابة واضحة على هذا السؤال. ايه هو السؤال. هل هذا الكافر يستحق النار ام لا. اصلا. يعني انت بتقول لي يعني اه وربنا صحة الله خلق المخلوق وهو يعلم انه في علم الازالي انه سيكون مقاله الى النار. طيب السؤال هو فعلا يستحق ولا لا يستحق. عشان اقول هو في عدل ولا ما فيش عدل. ما لو ان الله صحة الله يعلم في علمه الازالي هذا الامر. لكن الله صحة الله يحاسبه على فعله وليس على علمه. وده اه 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 فرقان كبير جدا بين معتقد اهل السنة في مراتب الامام بالقدر وبين غيرنا من الجماعات التي ضلت والفرقة التي ضلت في باب الامام بالقدر. ونظرية الكسب وكسب الاعمال. هو فعلا يستحق ولا لا يستحق. هو ربنا سبحانه وتعالى شباب هيحاسبنا على علمه ولا على اعمالنا. يعني انا مسك الالم دلوقت ده. وقمت رميته. هل انا لما رميته الوقت ده باختياري ولا مش باختياري? انا اللي رميت الالم دلوقت. عندي قدرة وعندي ارادة ورميت الالم باختياري بما شئتي. بس كل الفكرة الضبط بتاعها ان كل الافعال دي في ظل ما شئت الله. وما تشاءونا الا ان يشاء الله رب العالمين. خلاص? انك لا تهدي من احبابك ولكن الله يهدي من يشاء. طب انا علمت ان ليه رب خالق فدعوت الهادي بهدنا الصراطة المستقيم. اللهم يا مقلب يقولك ثبت قلبي على دينك اه? لا نغفل ابدا عن فعل العبد. لا نغفل عن فعل العبد. فهنا في سؤال مهم جدا. هل الكافر ده يستحق النار ولا لا? لانك لو قلت لي ايوة فعلا يستحق النار بناء على قدر الله وبناء على اختبار الله وبناء على امتحان الله يبقى ببساطة جديدة. خلاص يبقى ربنا عجب. انت ايه مش خلتك? او الله يعلم ان هو هيكون ما قاله في الجنة ولا النار? مش. بس هو اللي ايه? ابا واستكبر وكان من الكافرين. ابليس ربنا سبحانه وتعالى امر الملائكة. وكان منهم يحيا معهم او يعيش معهم في الجنة ابليس. كان توص الملائكة في العبادة. فجاء الامر من رب العالمين. فاسجدوا لآدم. فالكل سجد. الكل سجد. الا ابليس. ابا واستكبر. وكان من الكافرين. هو ابليس لما ابا وتكبر على امر الله ورفض امر الله. وقال خلقتني بالنار وخلقته من طيب. وتكبر على امر الله. كان يعلم في هذه اللحظة. واحتج بخدر الله ان الله يعلم انهم قالوا في النار. ولا هو فعل هذا الفعل باختياره. في ظل ما شئت الله. طب الملائكة سجدوا. سجدوا كده بحرية مطلقة. ولا في ظل ما شئت الله. الله سبحانه وتعالى امر الكل. مش خيرهم. خدوا لكم حتة لي خطيرة. عشان فيه ناس بيبقى عندها دخن في المشكلة دي. هو ربنا سبحانه وتعالى خير الملائكة ومنهم ابليس. تسجدوا ولا لأ? ولا امرهم. فاسجدوا لآدم. فده تكليف. ده امر من رب العالمين. وهو لم يفعل هذا الامر. ولم يفعل هذا الامر. اه بتأويل فاسد مسلا. ولكن لم يفعله تكبر على امر الله. لم اكن لأسجد. هو رفض انياعه. يا سجد رفض امر الله. وهنا الكفر والخلود في النار لابليس واعوانه. وكل من على شاكلته. ليه? لانه تكبر على امر الله. جهد امر الله. لم اكن لأسجد. مش هلا لا اسجد لطين. خلقتني من النار وخلقته من طين. فهل هذا الكافر مستحق للنار ام لا? هنا بقى السؤال. هذا هو المناطق الذي يتقرر بناء عليه. هل دخوله النار من العدل? ام من الظلم? وهنا نجد ان الكافر لا يدخل النار حتى يستحقها. يبقى الكافر? لن يدخل النار الا اذا كان يستحق دخول النار. الله صحوحة العذر. وذلك قال ايه? وما كوننا معذبين حتى نبعث رسوله. لو تفتكروا كده معنا في المحاضرة المتعلقة بالاعلم الزر. قلنا ايه في في المحاضرة دي? قلنا حاجة مهمة جدا. ايه هي? قلنا ان مش هينفع باي شكل ماشكال ان انا احتج بعلم الزر. واقول او الله انا ناسي. بس انا مؤمن بالقرآن. ومؤمن بان هناك خالق. وان الدين عن ضلال الاسلام. فالله صحوة تعالى سأل البشر. سأل بني ادم. سأل الزرية. قلستوا بربكم? قالوا بلى شاهدنا. خلاص طالما ان الله صحوة تعالى قال عن لسان عن حال البني ادم. قالوا بلى. يعني ايوة شاهدنا يا رب ان انت رب ملكوت السماوات والارض. قالوا بلى يبقى قالوا بلى. موضوع منتهي. طب بخلاق بقى اللي جاي تشكك ويحتج بالقرآن. طب بتحتجب الكرآن ليه? اذا كنت انت مش مؤمن بيه. وقلنا في الحتة الجزئية دي. تاني بزكركه. ان الايمان بآآ بعثة النبي صلى وسلم. والايمان بالاسراء والمعراج. وان النبي صلى بالانبياء والرسل في المسجد الاقصى. نسأل الله ان يحرر المسجد الاقصى على ايدينا احن المسلمين. والايمان بتغيير القبلة. والايمان بالجنة والنار والبعث والنشور. كل ده اصعب بكتير جدا من جزئية ايه? عالم الضر اللي احنا لسينا. وازاي الامانة تعرضت على السماوات والارض. ده احنا مؤمن بي ده أصعب بكتير وعرض الأمانة على السماوات والأرض وعلى ما الزرح لنمش نتحسب عليها إمتى نتحسب عليها؟ لو أن جاء الأنبياء وجاء الرسل وعلمونا وذكرونا ونحن رفضنا هنا بقى يتم الحساب بقى هنا يتم حساب الكافر عشان كده وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله لما النبي صلى الله عليه وسلم جاء وعلمنا الكرآن وعلمنا الوحي وعلمنا الهدي وكيف كان في الباضي وكأوام آلات الأمور في المستقبل من علامات ساعة وقشرات ساعة وهو اليوم القيامة وكل ده وإحنا أمننا به فإحنا مؤمنين بالإيه؟ بالكرآن ذلك الكتاب لا ريبة فيه لا ريبة فيه لا شك فيه أبدا وهنا نجد أن الكافر لا يدخل النار حتى يستحقها فعلا بأعماله وهنا تاني هنسأل السؤال ليه وفيه شبه شبه هنا قلناها من شوية وهنأكد عليها تاني عشان مهمة جدا شبه لماذا سيحسن الله إن كان يعلم مألة ليه ربنا هيحسبنا وهو يعلم أزلا قبل ما يخلق رامي ويخلق هاني ويخلق شريف وحسين وقبل ما البشر دي كلها ربنا سبحانه لا يخلقها الله سيعلم المقال طب هيحسبنا ليه؟ أول حاجة هنقول نسأل عن الحكمة ولا نسأل عن أفعال الله وإذا سألنا نسأل بأدب وباستفهام وليس الاستنكار تاني أمر من كمال عدل ورحمة وعلم وحكمة الله أنه سيحاسب سيحاسب يعني إحنا نحمد الله على أننا عباد لله سيحاسب في الدنيا قبل الأخرة وإن فيه يوم تغابن وإن فيه يوم قيامة وإن فيه يوم حصرة وندامة فيه يوم قصاص لو معرفش أخد حق في الدنيا أخذه في الآخرة ده نحمد ربنا أنه فيه حساب حتى لا يستوي ولا يتساوى المسلمين والكافرين والصارق والمصروق والقاتل والمقتول والزاني والعفيف ما يتسووش ما يتسووش مع واحد فجر وجهر بالزنب والمعصية واحد استطر وقفل على نفسه ما ينفعش أقول الأتنين زي بعض والأتنين في الآخر في الجنة لأ لأ أنا أحمد ربنا أنه فيه حساب وأنه فيه جنة ونار أنا أحمد اللي أنا كمؤمن بقى أحمد اللي على أنه فيه فيه حساب من رب العالمين تالت حاجة من الأمور المهمة أن الله سبحانه وتعالى سيحاسدنا على أعمالنا وليس على علمه هو وإلا كان حاسب العباد بدون إرسال الرسل والرسلات وهنا ساعتها كنا هنقول بقول الجبرية بقى الجبرية أقوالهم أقوال كفرية كفروا بالله قالوا أن ربنا ظلمنا ربنا خلق الإنسان وقدر عليه أفعاله ويعلم مقاله وأنا يعني إيه كما بيقوله إيه الدنيا ريشة فيهو الدنيا ريشة فيهو أنا كالريشة المعلقة جئتوا لأعلموا أين ولكني أتيتوا جاء ماشيين في الدنيا ما نعرف فين ولا حين جين إيه ولا قدر أحمق الخطاب كلام يعني كارثي يضرب في ثوابة العقيدة والتوحيد صحي كده؟ ده أمر مهم جدا اللي يقول لك أنا ماشي زي على حسب الريح ما تود الريح ما تود الريح ما تود الريح ما تود وياها أنا ماشي أنا ماشي إيه ده فين يا عمي؟ ونت عندكش اختيار نك توتوقف يعني الريح ديه موديك في المعاصي والزلوب موديك في طريق كفر تقول لنا وياها أنا ماشي وعلى حسب الريح ما تود الريح طبعا إحنا مش بنتكلم على حد يعني بس الكلام ده كلام يضرب فعلا في ثوابة العقيدة والتوحيد ممكن واحد يبقى بيغنيه ويقوله ويعمل بيهز في رأسه والناس بتسقف له والناس مش فهمة ان الكلام ده اصلا يود في داهية الكلام ده يضرب اصلا العقيدة والتوحيد فبنقول ان الله سيحاسبنا على اعمالنا احنا وليس على علمه الازلية وكل ده في ظل مشيئة الله وما تشاؤنا الا ايا شاء الله رب العالمي يبقى انا علمت ان ليه رب خالق فبحثت عن هذا الرب فوصلت الى الاسلام سفنت الحق ان الدين عند الله الاسلام وما هي بتغرق سبيديا فلا يقبل منه وفي الاخرة من الايه وفي الخاتم من الخاصرين هيخسر هيخسر كل شيء طب ايه بقى اعمل ايه دعوت الهادي بقى لما وصلت الدين الحق ووصلت الاسلام خلاص دعوت الله صلى الله عليه هادي اهدنا الصراطة المستقيم وكمان انا مش دعيت بس بالهداية لا دعيت بالسبات على الهداية بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يقلب القلوب سبق قلب على دينك لان انما سمي القلب من التقلب والقلوب بين اسبعين لا يقلبها كيفما شاء فالقلوب تتقلب انما سمي قلب من كسرة التقلب عمال يتقلب 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 فانت بتدعي ربنا ان هو بيتقلب يفضل ثابت في مكانه على الايمان اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي ما هو قلب ده عمال يتقلب والايمان يزيد ويلقص يزيد بالتعاط ويلقص بالمعاصي فالقلب عمال يتقلب فانا مش عايز انه يتقلب وعليه خرج برة دائرة الاسلام هم كثرة مع عملية تقلب فبدع ربنا يا رب ثبته هو بيتقلب يبقى ثبت في مكانه على الايه؟ على صراط المستقيم على الهداية على التوحيد على الإيمان بالله على اتباع الرسول الله اللهم يا مقلب يقولون ثبت قلبي على دينك ده أمر مهم جدا ثم هو منح جميع المكلفين القوة والقدرة على إتيان ما كلفهم بيه بقربنا أدانا القدرة أدانا العقل لو واحد مجنون عشان تعلموا أنه لا عدل لو واحد مجنون رفع عنه القلمة طب ليه رفع عنه القلم؟ لا مجنون مش عاقل مش عقل مش حاسب رفع القلم عن ثلاس ايه الصبية حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق المجنون ده مجنون مش عقل مش فيه خالص طب والنائم حتى يستيخذ واحد نايم عمل اي زنبة او اي معصية وهو نايم مش هيتحاسب حتى يفيق طب والمجنون لغاية ما يرجع عقله طب والصبي اللي سبعة تبعين تسعة سنين ده ان شاء يحاسب غير لما ايه؟ يبلغ ده من رحمة رب الله ده من حكمة الله ده من عدل الله ده من علم الله فليقول ان الله ظلم حشان لا يكون ولو كان الله صلى الله عليه وسلم كان هحاسب كل اللي يبعد حتى المجنون منهم حتى النايم لاني نصنع ان الله تجوز عن امتي عن الخطأ والنسيان وما استكرفه عليه انا نسيت ربنا مش حاسبني طب انا عملت شيء خطأ مقصدش والله ربنا مش ان شاء الله مش حاسبني طب ده انا مكره على هذا ربنا مش حاسبني ده عدل ده عدل الله ده رحمة الله الفرق في ذلك الامر ان الله سبحانه وتعالى ان المؤمن احسن واسئل فرق بقى بين الله سبحانه وتعالى خلق الانسان وخلق له العقل ووهبه السمع والبصل والفؤاد صحي كده؟ وارسل الرسل والرسلات كل دي هدايات من الهادي من الرب الهادي لكل البشر الفرق بقى الفرق ده المؤمن احسن واستعمل عقله الذي حباه الله به فكان سببا لهدايته الى الامان اما الكافر فاساء واهمل عقله فكان سببا لضلاله وكفره اه هنا مسألة مهمة جدا ايه الفرق بين المؤمن والكافر ان الله سبحانه وتعالى خلق للاتنين خلق للكافر والمؤمن والكل بشر خلق لهم العقول وهبهم السمع والبصل والفؤاد وارسل الرسل والرسلات لجميع البشر طب ليه لجميع البشر؟ لانه رب لانه هادي فارسل الرسل والرسلات ليأخذوا بأيدي الناس من عبادة الناس لعبادة رب الناس لو فيه اي حد عنده اي سؤال يسأل ولا ان شاء الله ممكن بعد الانتهاء من المحاضرة ان شاء الله هرد بإذنه قال تعالى ولقد بعتنا في كل أمة رسولة انعبودوا الله واشتنبوا الطاغور فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ها اي حال بقى فرعون وقارون وهامان والنمرود اي حالهم احوال عاد وسامود ها اللي حصل لهم فانظروا بقى الى ايه احوال الأمم الماضية حتى ايه تتعزوا بهذا الأمر قال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان الله بكل شيء عليم ده من عدل الله ده من رحمة الله ان الله سبحانه يظهر للجميع الرسالة واضحة وشان كده وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله واحد جاله الرسول وجاله الرسالة واضح في كرآن في إسلام في نبي اسمه محمد خاتم الأنبياء والرسل المرسلين انكر كل ده وقال لا انا مش ضعب الكلام ده ولا بحث ولا فكر لسه يعني كان فيه سبحانه الوحب بقى بيتبين يعني يعني امرأة صينية بعتالي كده من كام يوم بنتعرض علي بعض الخدمات في الصين واحنا ممكن حدثنا نيسر لك الصفر عندنا ونديك خدمات ونديك أحسن أسعار تجي الدحة في مصر وحد كده فالمهم أنا يعني ايه ونسبت الموضوع خلص ودخلت لها في حتة تانية ونتهي انت اخبار الدين ايه اخبار الاله ايه هو حضرتك اصلا مؤمنة باله لايتها انفعلت جدا جدا وقتها تقول لي انا لا اؤمن بوجود اله ولا اؤمن بوجود دين ومن فضلك ما تتكلمش معي في الموضوع ده طيب لعل ربنا سبحانه وتعالى ارسلني ليك انت بتكلميني انا ما عرفكيش لعل يعني كل فيه فرصة ان عرفك بالاسلام وعرفك بالقرآن اديني الفرصة ان اعرفك وبعد كده انت محورة بقى يعني تؤمني بيها اقول لأ مفضلك انا مش هغير اعتقادي انا مؤمنة بان ما فيش اله قلت سبحان الله والله في اللحظة دي انا في قاتل نفسي قلت الحمد لله نعمة الاسلام الحمد لله الواحد شرح صدر الاسلام الحمد لله الواحد لما بيجي يسمع قال الله قال الرسول بيسمع ما بيستنكرش ما بيستكبرش ما بيتكبرش على قال الله قال الرسول بيسمع يعني الواحد يحمد ربنا اللي فعلا هو عبد لله لأن فيه غيرنا ممكن يكون غني وربنا ما يدينه الدنيا بنطحات سحابها بسواريخها بسلطاتها ببابا غنوجة وعنده كل حاجة وفي الآخر لا هو إذا عدت البقر يسجد له إذا عد الفر يسجد له ولا حاوله لقوت إلا له كلها طبعا شفنا حاجات دي على يوتيوب وعلى مقاطع فيديوهات كتيرة جدا جدا اللي حاوله لقوت إلا له فعلا يعني وأن الكافر استحق هذا العقاب أيه هو يستحق العقاب ليه لأنه اختار الكفر على الإيمان بل إذا سألته في الدنيا هل كان اختيار الكفر اضطرارا اضطرارا منك ورغما عنك يعني في حد ضربك على إيدك في حد أجبرك على أن أنت تبقى هو كافر هيقول لا محدش أجبرني أنا اللي مختار الكفر أنا شايف أن الكفر هو الحق هو اختار بإرادته الله سبحانه وتعالى شاء أن يكون كافر لأنه علم أن فيه قلب إيه الكفر ولذلك يكون الخلوط في الجنة والخلوط في النار على النية النية سبقت العمل إنما الأعمال بالنيات سيدنا نوح لبس في قوبي ألف سنة إلا خمسين عاما ولو كان الله سبحانه وتعالى مد في عمره مئات بل آلاف السنين كان سيظل نوح يدعو إلى التوحيد وإلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى لا يعلم ما في القلوب فكان الخلوط في الجنة والخلوط في النار على الايه على النية لو أن الله سبحانه وتعالى مد في عمر الكافر آلاف السنين هو العقد قلبه على الكفر بالله ولو مد آلاف السنين في عمر المؤمن هو العقد على الايه على التوحيد والإيمان الله سبحانه وتعالى عادل لا يظلم مثقال ذرة ولا يعاقب أحد إلا بدم ولا يعذب بالنار إلا من استحقها وكان أهلا لها وهؤلاء الكفار الذين دخلوا النار لم يدخلوها تعسفا وتعنتا بل دخلوها جزاء وفاقا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون يبقى هنا لابد أن أؤمن بأن الله سبحانه عادل وأن من عدل الله أن يبقى فيه جنة ونار وسواب وعقاب ويبقى فيه فرقان من أهل الضلال وأهلoun وفيه فرقان من الحق والباطل وبن الكفر والإيمان وبن المؤمن والكافر يبقى ربنا سبحانه وتعالى خلق الكافر بعدله يعلم أنه كافر وسيكون كافر وسيكون مقاله إلى الكفر والكافر لن يحاسب على علم الله ولكن يحاسب على فعلي أنه هو الذي كفر بالله تعالوا نتكلم على الجزء الثاني عشان نرد على سؤال الشر لماذا خلق الله الشر؟ لماذا خلق الله الكفر والكافرين؟ تعالوا نتكلم عن حكمة الله كده اتكلمنا على العدل أن من العدل يبقى فيه سواب وعقاب ومن العدل يبقى فيه حساب وأنا كمؤمن أحمد الله على أني عبد للإله العدل الرحيم الحكم الحكيم العليم وأن هناك سواب وعقاب أنا النهاردة لما أجي أعف نفسي عن شيء نفسي فيه تعمله حرام وأعف نفسي وأترك ده لله أنا أحمد الله اللي فيه حساب لأن فيه غيري ما عفش نفسه وفيه غيري فعل الحرام وأصر على الحرام وجاهر بهذا الحرام طيب هيكون ما قالوا إيه في الآخرة لو كان متع الإيمان هيكون إيه مؤمن عاصر ما قالوا بقى إيه لله سبحانه وتعالى إن شاء عدبه وإن شاء إيه غفر لك ولو كان متع الكفر خلود أبدي في النار ده أمر محسوم أنا عندي يقين في ده ما ينفعش إن أنا أتشكك فيه من قريب أو بعيد أنا أتكلم عن حكمة الله نأتي إلى جانب آخر من هذه الشبهة وهو هل هناك حكمة؟ أيها طبعا اوعي تظن واحد في التريليون إن فيه أفعال لله سبحانه وتعالى في الكون ليست عن حكمة أنا كده عندي دخل في إيماني بالله لأ تروح تعلم توحيد بقى تحولم توحيد الأسماء والصفات وتعلم أسماء الله الحسن والصفات العلا أنت كمؤمن للحق نفسك أنت كمؤمنة للحق نفسك اللي بيحصل في غزة ويحصل في الروهينجا ومليمار واللي بيحصل في الدنيا وإراق الدماء المسلمين في كل مكان والله ده اللي بيعمله خنادق وينزلوا المسلمين فيه ويردموهم أحياء هو ربنا يرضى بالظلم وربنا يرضى بالكفر وربنا يرضى بإراق الدماء عباده اللي أمنوا به أكيد لا طبعا الله سبحانه وتعالى حكم حكيم لكن يمهل ولا يهمل وله حكم كثيرة جدا 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 تعالوا نشوف كده حكمة الله وهل هناك حكمة من خلق الكافر أم لا وهنا نجد أن الله تعالى قد خلق الكافر لأجل حكم مش حكمة حكم عظيمة وشعل له دورا في الحياة الدنيا ولم يكن وجوده على الأرض عبسا بلا فائدة هو تتخيل أن الله تعالى يفعل شيء من أفعاله عبس حشان لا يكون حكم حكيم كمال الحكمة وتقول لي عبس كمال الحكمة وتقول لي الأفعال دي بلا هدف بلا غاية لا طبعا ليها هدف وليها غاية وخد بالك يمهل ولا يهمل هو فرعون أصلا ربنا صحيحة على أغراكه وده كان يقاله في الأخيرة وهو كافر وقال لأن ربكم الأعلى ربنا أمهله أمهله سنين كان بيقتل في أبناء ذكور بني إسرائيل سنة بعد سنة ولو تفتكروا طبعا القصة قصة سيدنا موسى وأمه ألقته في اليم لكان لسه طفلة رضيع طب ده مات إمتى فرعون ربنا أغراك إمتى بعد سنين أغلب الأنبياء والرسل كانوا يبعثون عند سن الأربعين يعني سيدنا موسى لو كان أوحي إليه عند سن الأربعين وبعدها حصل بقى يعني فترات في الدعوة ده كده ده ربنا أمهله كتير أوي طب أمهله كتير ده عن حكمة؟ أو طبعا عن حكمة طبعا عن حكمة يمهل ولا يهمل فأربي صلى الله أمهل قرون وأمهل فرعون وأمهل همال لعلهم يرجعون لكن أصروا وأبوا واستكبروا فكانوا من المغرقين فده هنا أمر إيه؟ مهم فإن الله تعالى قد كلف الناس جميعا بالإيمان هنا في تكليف في أمر في أمر فاسدودوا لله وعبوده هنا أمر للجميع وأقم الصلاة ده أمر للجميع بالقمط الصلاة منهم من شاءوا ومنهم من أبا منهم من دخل الإيمان ومنهم من إيه؟ من رفض الشرع ورفض العقيدة فأبى أكثرهم وكفر وذلك قال تعالى في سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر أغلب الإنسان أغلب بني آدم في خسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين أمنوا استسنى الله سبحانه وتعالى من هؤلاء الكفر وهؤلاء الذين كفروا بالله ربا وكفروا بالإسلام دينا وكفروا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ورسوله أغلب البشر في خسرانه إلا الذين إيه؟ أمنوا طيب الذين أمنوا دول عملوا إيه؟ إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات دخلوا الإيمان وأمنوا بالله وتعلموا وعملوا ده أمر مهم جدا فيه الطريق إلى الله سبحانه وتعالى فكان كفره ماذا؟ امتحان امتحان مين؟ كفر الكافرين الكافر لما قال مفيش رب مفيش دين الدين أفيون الشعوب افصلوا الدين عن السياسة افصلوا الدين عن الاجتماع افصلوا الدين عن مناحي الحياة مفيش دين في مناحي الحياة الدين في المسجد حضرتك عايز دين؟ عايز دين اطلع في الدير في الجبل ده ده اخرج عندي الدين مايدخلش في اي حاجة في مناح الحياة ده كلام الكفار كلام الناس اللي بيقول احنا علمانيين وهم جاهلة مش فاهمين هم بيقولوا ايه مش فاهمين ان هم بيقولوا كده بينكروا الدين ده كلام خطير جدا لان العلمانية ضد الاسلام الاسلام هو الاستسلام لشرع الله فحياتي كلها دين يعني ما حد يجي يقول لي افصل الدين عن السياسة معلش ريت حد يفهمني الجملة دي يعني افصل دين على السياسة السياسة دي جزء من الدي افصله ازاي? انا اه افتحت كتاب فقه. هلاقي كل الفقهاء. وكله على مأسه لنا. اتكلموا على ايه? على ابواب الفقه. منها باب اسمه ايه? سياسة الشرعية. هتحكم بقى ازاي مع اهلاتحكم مع اهل 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 غير المسلمين. وحكم ازاي? والامارة والااااااااااااا المملكة هتمشي ازاي? ندرها ازاي? فانا كمؤمن بقول ان كل حياتي دين قل ان Munさلياتي ولساحتي ومحيايا وما ماتي لله رب العالمين. لا شريكة لا. وبذلك امرت وانا اول المسلمين. ازاي بقى يعني معلش افصل دي عندي افصلها ازاي? الدين ده الامبريلة الكبيرة. الدين ده الحاجة الكبيرة كده مظلة كبيرة كده. طلع منها بقى اختصاد اسلامي وطلع منها اجتماع وطلع منها السياسة. طلع منها بقى احكام اهل الردة. طلع منها حدود عشان نحافظ على المجتمعات الاسلامية. وطلع منها طهارة وطلع منها اه صلاة والصيام وزكاة وحاجة ابواب الفقه. فانت ازاي تقول لي معلش? الجزء ده اطلعهم دين? يعني انا قطع الصفحات بتاعتهم من فقه. ما السياسة دي عندي جزء من الدين. والاكتباع جزء من الدين. كل ده دين. انا بحاول بقى ان انا ايه? اسوس الدنيا بالدين. ده بقى انا بحاول اعمل كده. انا مؤمن مسلم مستسلم. بحاول ادور الدنيا بالدين. فبحاول اتعلم الدين عشان اعرف ادور الدنيا. اعرف اعمر الارض صح. اعرف اكون صالح في نفسي مصلح لغيري. اه هنا الكلام مظبوط. لكن غير كده? لا كلام كده ايه? اه مش مظبوط. يا جماعة لو فيه حد عند سؤال ممكن يقول السؤال بتاعه ان شاء الله. ونرد عليه بعد المحاضرة ان شاء الله. حد عند سؤال يقوله. خدوا بركوا قبل حتة دي. لما الكافر كفر ده كان ابتلاق لمين? السؤال ده خطير جدا. الكافر لما كفر كان اللي ابتلاق هنا لمن? ابتلاق للمؤمنين. يبقى وجود الكافر ابتلاق للمؤمنين. وجود الكافر حتى يجاهده المؤمن. وجاهدهم به جهادا كبيرا. هنجاهد بالقرآن. هنجاهد بالوحي. هنجاهد المشركين. ضروة سلام الاسلام الجهاد في سبيل الله. طب انا ازاي? يعني طب الناس طبعا يحب الشهداء. طب لو كل الناس مؤمنين. طب اما مين الشهداء? يعني ادخلوا كده اهلنا في غزة. ناس الله صحيح رأى يسدد رمياهم باذن الله تعالى. ادخلوا كده كل شهيد كل طفل شهيد او كل رجل او امرأة اه ماتوا شهداء. نحسبهم جميعا شهداء بازن لان رب العالمين. كل واحد شهيد منهم يشفع في سبعين من اهله. تبص بص بص الفضل بقى. تبص للجانب التاني. اه احنا بنشوف فيديوهات وبنشوف اشلاء وبنشوف عاجات وتقطع القلب صحيح. وربنا يصبرنا ويغفر لنا تقصرنا في حقهم فعلا. لكن اخذوا بالكم. في حكم في حكم. الله صلى الله عليه وسلم اصطفى منهم شهداء. ولعل زويهم حينما صبروا على هذا الابتلاء الشديد. لعله هو المنجي. لعل هو ده صبروا على ان ابنه يموت قدام عينه ولا ابنته تموت قدام عينه. هو ده اللي ينجي في الاخرة ويبقى في درجات بقى اعلى درجات. ان الله مع الصابرين. الله اجره هاق على الله حينما يصبر. فيكون الابتلاء ده من قدر الله نحكم. يمهل ولا يهمل. هيمهل الكافرين. ولن يهملهم ابدا. والنصر اكيد للمسلمين. ولعل ده من باب تآلف قلوب المسلمين. بعد ما كنا في زنوب ومعاصي وشتى الطرق ومختلفين وده بيضرف في ده وده بيضرف في ده. لما حصل اللي حصل في غزة. بدأت الشعوب. انا بكلم على الشعوب. بدأت الشعوب تتآلف. تتآلف. لان ده خوي يا ده. ده ما المؤمنون يا اخوة. فهو متحاصر. وبيتضرب في كل اتجاه. وانا مش عارف عمله حاجة. طب بدعيله. بدعيله. ما مش عارف عمل حاجة. بدعيله. بحاول اوصل له اي امدادات. بحاول اه اي صدقات اه اوصل له ده واوصل له اي. على قد ما اقدر. لا يكلف الله نفسها الا وسعها. ناس الله سبحانه وتعالى ان يوحد صف المسلمين. لكن نخدوا بالكم. لعل دي الفرصة للتغيير. الوضع اللي احنا فيه دلوقتي ده. ده اكبر فرصة للتغيير. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. احسن وقت نتغير دلوقتي. اذا نتغير لاش دلوقتي هتتغير امتا? وهو فيه ضربة وهو فيه طحنة وهو فيه ابتلاقات وهو فيه مشاكل في كل اتجاه. طب هنتغير امتا? لهو ده افضل وقت نتغير فيه. ده افضل وقت نتغير فيه. فلعلي دي من حكم? ظهر الفساد في البرج لعلهم يرجعون. لعلهم يرجعون. الله سبحانه يقدر هزي الاخضار وهزي بتبات ليه? حتى نعود. حتى ننكسر. هو كرونا ده كان فيه حكمة منه? اه طبعا فيه حكمة. منها دخول ناس الاسلام. اللي هم كانوا بيظنوا ان هم لا يدعون. ليس لهم رب يدعون. لما حدث كرونا دعوة. وفيه ناس بلقت تبحث عن اسلام. وفيه ناس دخلت الاسلام فعلا بعد كرونا. وكذلك على فكرة دلوقتي. اوعوا تظنوا ابدا ان عدد المسلمين بيقل. والله اقسم بالله. عدد المسلمين بيزيد. في ظل صار وفي ظل ضرب وفي ظل طحن وفي ظل شهداء. اه. لو اقولكوا دلوقتي الوضع في اوروبا وفي امريكا عمل ازاي بسبب الاحداث الدهمية دي. فيه ناس دخلت الاسلام فعلا. الفترة اللي فاتت فيه ناس دخلت الاسلام فعلا. لسه اه شخص يعني اه بدون ذكر اسمائي يعني. شخص كان معروف قوي في الدي جي. خلاص بيطلع حفلات وبيعمل دي جي عالي جدا وبيجبوه في اماكن كتيرة. امبارح قال انا بعد اللي حصل في غزة تبتقي اليك يا رب. واعلى لاعتزاله على الدي جي. ولو تشوفوا تكم التعليقات بقى على اه يعني ان ربنا يوفقك وربنا يسبتك ووحد يفكر كده يقول سبحان الله يعني اللي بيحصل في غزة ده والشهداء اللي بيموتوا دول يكون سبب في ان الناس تتوب? اه. وان فيه ناس تدخل الاسلام? اه. اه. انا لابد ان اوقن ان الله اصبح الحكم حكيم. واقفعله كلها عن حكمة. واقلش ان ربنا راضي بالظلم. ربنا انا ارضى بالظلم. ربنا عدل. لكن يمهل ولا يهمل. بس هيدي الفكرة. يمهل ولا يهمل. لعله يحصل تقالف لقلوب المسلمين. لعله يكون ده اعداد. استعداد. واعدوا لهم ما استطاعتم من قوة. ومهم جدا ان انا ادرك ان انا وانا ادخل الجنة كده بسهولة كده. واحد اللي بيشوف حال بقى الصابرين. اللي حاملين كتاب الله. اللي ختمة للقرآن. اللي مات منهم شهداء. ايه اللي ايه اللي ايه اللي. يتحصل على نفسه بقى يقول ايه ده ده لم اثر. فيتوب ويرجع. وتزلل وينكسر. والذلك قال تعالى احسب الناس وان يتركوا وان يقولوا امنا. وهم لا يفتنون. وتخيلين كده? تخيلين احنا يدخل الجنة كده يعني بلا ابتلاء? لا طبعا. في ابتلاءات. ولا نبلوناكم. حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. في ابتلاء. في اختبار. في فتنة من الله سبحانه وتعالى حتى يميد الخويسة من ايه? من الطيب. فلا يعلمان الله الذين صدقوا ولا يعلمان الكاذبين. والله الاحداث اللي فاتت دي. الواحد فعلا بدأ يتبين له حاجات جملة جدا. بدأ كان فاكر ان في ناس كويسة وتمام. بدأ ينكاشفه. وبدأ يظهره. سبحانه الله كل دي حكم. انتم تعرفوش حكم الله سبحانه وتعالى اكبر بكتير جدا من عقلنا القصرة. بس انا كمؤمن مؤمن ان الله حكم حكم. فيه حكم كثيرة جدا. اختارشوا هداء واخد اهلهم اخدوا اجر الصابرين. وتقالف المسلمين. وعودة وتوبة التائبين. ودخول في الاسلام. الله. وبدأنا كانت هيحصل تطبيع لسه من دولة من دولة معروفة جدا. كانت هتطبع الشهر الجاي مع اسرائيل تطبيع كامل. لما حصل كده التطبيع وقف. فيه حاجات حكم احنا ما نعرفهاش. فيه حكم كم حكم احنا لن ندركه. بس انا مؤمن بان الله سبحانه وتعالى حكم حكيم. ثم انه سبحانه واراد ان يتخذ من عباده انبياء ورسل. صحيح. لو كان كل الناس مؤمنين. طب هيبقى فيه رسل وانبياء. اراد ان يصطفي اه. رسل وانبياء وشهداء يحبهم ويحبونه. فخلى بينهم وبين اعدائه من الكفار. وامتحانهم بهم. يبقى احنا فيه ابتلاق. واحنا ما لايه اكثر الناس كافرين. ده مش ابتلاق للمؤمنين. ها. هتثبت? هتصحق الجنة ان شاء الله. عشان كده حفة النار بالايه? بالمكاره. حفة النار بالشهوات. وحفة الجنة بالايه? بالمكاره. عشان تدخل الجنة لازم نفسك هتمر على مكاره. وهتترك اشياء بتحبها لله. هتتركها لله. ما انتركها شيئا لله. ابداله الله. عوضه الله خيرا منه. طب والنار حفت بالايه بالشهوات? فتجد ان اغلب الناس دخلت النار بالشهوات. والقلة دخلوا الجنة بالايه? بقى ان مرت نفسهم على الايه? على المكاره. وهو ده اختبار ربنا. نصب الحتة اللي جاء دي خطير. فكان هذا السجال. فخلى بينهم وبين اعدائه من الكفار وامتح لهم بهم. فكان سجالا كبيرا. فكان هذا السجال بين الحق والباطل اكبر اختبار وابتلاء للمؤمنين. وجود الكافر ده ابتلاء للمؤمنين. ها هيجاهدوا? ولا مش هيجاهدوا? ولا هيركن عنديه? هيركن للنزين ظلموا? هيركن للكفار? ولا ها 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 هتوكل على الله? يا كنعبد يا كنستعيد. سواء كان بصوا على الحتة دي. السجال ده ايه? حرب عسكرية بس? لا يبقى احنا كده مش همين حاجة. ده سجال فكري. سجال دعوي. سجال قانوني حقوقي. سجال سياسي دبلوماسي. سجال حربي عسكري. ده سجال. يعني اقوى وتستكروا واحنا الناس نهاردة تقول ما فيش حاجة اسمها حاجة في الاسلام. وايه احنا في مدرسة ولا ايه? انا عليها من الله ما تستحق. احنا في مدرسة ولا ايه اللي لبس حاجة? احنا في مدرسة? وتضرب الشرع كله في لحظة وملايين تشاهد. فالسجال دعوي. وسجال فكري. وسجال آآآ تربوي. وسجال سياسي. وحربي. سجال من كل من شتى الطرق. فطول ما انت واقف على هذا الصغر. وحضيك واقف على هذا الصغر. صغر الدفاع عن الدين. والدفاع عن الحق. والدفاع عن العقيدة والتوحيد والاسلام. والتباع النبي صلى الله عليه وسلم. احمد الله. لان فيه غير اكاعد على هاوي. فيه غير اكاعد في المصارح. فيه ناس آآ اعملوا مهرجان وبيفتحوا مهرجان الرياض. وحسب ان الله نعمل وكيل. حسب ان الله نعمل وكيل والله. لما بقى فيه قتلة وبيقى فيه دماء في كل مكان. وتطلع علينا دولة المفترض ان هي يعني تحمي التوحيد وتحمي العقيدة وتعمل مهرجان وتجيب المغنيين وتجيب الرقاصات وتجيب الطبادين ويعودوا الشباب يعودوا الرقصه والبنات. لابسة انقابه ترقص. حاجة غريبة والله العظيم. من امن العقاب اساء الادب. الواحد بيشوف حاجات غريبة في الدنيا دي. والله العظيم اخسن بالله. الواحد بيشوف حاجات غريبة. بس يحمد الله انه هو ما زال على الايمان. ناس الله سبحانه وتعالى السبات حتى المبات. هنختم معاكم شباب بالجزء الاخير في آآ درسنا النهاردة في رحمة الله. وخدوا بالكم. لما نيجي نتكلم على حكمة من الحكم من افعال الله لابد ان يكون هناك اتصاق كامل. هتكلم عن علم الله في المسألة دي. وهتكلم عن حكمة الله. وهتكلم عن عدل الله. وهتكلم عن رحمة الله. فعش هتكلم كده سؤال وحده كده. سؤال طالعا كده. هو ده عدل. طب وفيه الحكمة والرحمة والعلم. انت بتسألني كده هو ده عدل. طب هتكلم عن العدل. وفيه حاجات كمان مكملة ديه. عشان يبقى الامر متصق. ده من كمال آآ علم الله ومن كمال رحمة الله وقدرة الله وعدل الله وحكمة الله ان فيه اتصاق واخدنا ده نموذج احنا اخديني السؤال ده نموذج عشان ده سؤال من الاسئلة اللي هي ايه يعتبر بالاسئلة المشاهدة المهمة لان اسئلة الملحدين والمتشككين اسئلة رقيقة اصلا بس يعني هنقول سؤال بيه تداول كثير اللي هو ايه ده عدل ده فهنا هكلمه على العدل والحكمة والرحمة تعالوا نقفل كلامنا جزء متعلق برحمة الله اولا ربنا سبحانه على رحمن رحيم دي من اسمات الله الحسنة انه رحمن رحيم طيب لما جيه رحمن رحيم في نفس الاية الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم السؤال فيه فرق بالتنين ولا لتنين حاجة واحدة الرحمن هو الرحيم لا فيه رحمن ورحيم ده اسم وده اسم والاسم ده دل على صفة والاسم دل على صفة الرحمن رحمته واسعت كل شيء خلاص كده رحمته سبقت غضبه رحمته عامة بكل المخلوقات المؤمن والكافر ما تقول له ربنا ليه بيشفي الكافر لأنه رب ورحمه فبيشفي المؤمن والكافر رحيم بالمؤمنين رحيم بالمؤمنين يبقى المؤمن يزداد رحمات من الرحمن الرحيم في الدنيا قبل الأخيرة الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب قد يعطيها للكافر عنده دبابات وأسلحة وعنده قنابل بلستية وعنده مش عارف ايه وطائرات مش عارف حلزونية وثواريخ بتطير في الهوى بأشكال فضائية اداله الدنيا اداله التكنولوجيا اداله الحضارة خلاص كده؟ بس معنا كده بيحبه؟ لا هو أخذ بأسباب عمارة الأرض فربنا عتى نتيجة الأسباب طب إحنا أسرنا في الأخذ بالأسباب لما أخذنا بالأسباب الطب والفلك والعلوم وكننا سعود العالم طب لما تركنا الدين وبقنا في زيول الأمم خلاص ما خلناش بقى أسباب عمارة الأرض فليه أسباب وسلنا لله الكونية الله سبحانه وتعالى قد يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب ولا يعطي الآخرة إلا لمن يحب رحيم بالمؤمنين تعالوا بقى نكس بعد الجبلتين دولف حتة مهمة نأتي الآن إلى المسألة الأخيرة من هذا الكلام هل صفة الرحمة تتناقض مع تعزيب الكفار في النار؟ أو لما ربنا يعزب الكفار في النار ده يتناقض مع رحمة الله؟ لا ليه بقى؟ السؤال نفسه غلط ركز في أسئلة الملحدين والمتشككين هتجد أن الإجابة في السؤال فليه بقى؟ لأن صفة الرحمة يربها إيه؟ ما يرحم الله به المؤمن والكافر من رحمة الدنيا الكافر مرحوم في الدنيا والمؤمن مرحوم في الدنيا رحمة الله العمة للمؤمن والكافر في الدنيا وخص الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالرحيم رحيم بالمؤمنين في الآخرة التي تشمل نعمة الإيجاد والإمداد والرزق ده في الدنيا التي تشمل نعمة الإيجاد والإمداد والرزق والعافية والمال والولد ونحوها من النعم الدنياوية فهذه رحمة ثابتة لكل مخلوق ويحصل الابتلاء لبعض الناس بما يشاء الله تعالى في خلق حكمة منه واختبار بعض الناس بقى ربنا يعزهم ويزلهم يعز ويزل ما يشاء يخلق ما يشاء يهدي ما يشاء يرحم ما يشاء كل دي بقى امور ايه في الدنيا فيها ابتلاءات للناس ممكن بواحد غني وربنا يقدر ان هو يفتقر ها هيصبر ولا هيقنط واحد كان فقير كان صابر ولا صابر طب يلا هيبقى غني لما هيبقى غني هيحمد الله ويشكر ولا هيفتري ويتظلم ويتكبر فدي كلها دي امور خاصة برحمة الله في الدنيا بصوا على الحتة اللي جاية دي خطيرة ايه هي واما رحمة الاخرة فهي خاصة بالمؤمنين فكيف يقال انها تتناقض مع عذاب الكافرين هو الكافر اللي كفر بالله في الدنيا منتظر ان يرحمه في الاخرة الله ازاي يعني يعني انت كفرت بالله في الدنيا لما جي الحساف في الاخرة تقول لي بص ربنا ما رحمنيش وده عدل الله انت كفرت به في الدنيا واما خلقت الجنة والانسة الا اللي يعبدون والرسالة واضحة والرسل جت والرسائل واضحة للكل انت اللي ايه انت لم تشاء ان ايه ان تزعل لله سبحة تعالى فكيف يقال انها تتناقض مع عذاب الكافرين ومتى اصلا كانت الرحمة الاخروية حقا لهم حتى يكون حرمانهم منها تناقض مع صفة الرحمة ده سؤال خطير قوي انت اللي جاي هقول لكم حاجة حلوة ديكم مثال كنت قلته قبل كده وهقوله لكم تير عشان المسال ده حلو جدا ولا المسأل اعلى انا النهاردة مثلا يعني انا صاحب شركة عندي موظف ولا المسأل اعلى بس عشان نقرب القصة اللي حلوة انا دايما القصة اللي بقولها هتبقى حلوة بس يعني القصة دي حلوة انا نهاردة صاحب شركة عندي موظف والموظف ده المفترض ان هو بيشتغل معايا تمن ساعات في اليوم عندي يوم جمعة اجازة بيجي اخر الشهر بياخد اكس بياخد عشرة جليل خلاص كده حد كده حمتفغي صحي كده صحي كده جيه موظف ده جيه فعلا للشركة وجيه عدد ساعات العامة اللي انا متفق معا عليها فعلا وعايش في الدنيا فعلا وخلف وربه ماء حلو جدا جدا بس في الاخر كان بيشتغل لشركة تانية بيشتغل لشركة تانية عدد ساعات بيقضيها فعلا في الشركة لكن في الاخر بيفعل افعال ويشتغل هذا الوقت لشركة تانية ويجي اخر الشهر يعمل لي كده وقال لي المرتب فانا المفترض اقول له ايه اقول له مرتب ايه وانت اشتغلتلي اصلا وانت اشتغلتلي عشان تطلب مني مرتب لا خلاص اللي اشتغلتله روح اطلب منه مرتب ما تطلبش مني انا مرتب فهل من العدل ان انا ادي له مرتب وهو ما اشتغليش طب هل من الرحمة هو هي يقول لي طب ده انت كده انت كده افتريت عليا انت كده اكلت حقي انت كده مرحمتنيش الله مرحمتكش ايه انت اللي قسأت انت اللي قسأت الفهم وانت اللي قسأت السبيل وانت اللي قسأت الطريق ولله المسأل اعلى الله سبحانه خلق الإنس والجن لإيه اللي يعبدون وما خلقته الجن والإنس إلا اللي يعبدون طب هو كفر بالله وقال لا أنا مش هتعبد لله وما فيش حاجة اسمها دين أو اتبع دين رسالة باطلة محرفة وبعد كده جاي منتظر في الأخيرة السواب بقى السواب إيه وانت كفرت بالله فما فيش رحمة ليك وما المين بقى اللي يرجو الرحمة مين اللي ممكن يكون عنده معاصر كان مؤمن بالله بس كان عنده معاصر يرجو من الله أن ربنا يغفر له وعش كده نقوله هو في المشيئة إنشاء غفر له وإنشاء عذبه اللي هو مين المرتكب الكبير مات على الإيمان بس كان عنده صدوب معاصر فنرجو من الرحمن أن يغفر له إيه ما يتقدم من ذنبه ولذلك الله تعالى إيه إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك أي يغفر ما دون الشرك لما يشار يعني عارفنا طولت عليكم النهاردة بس إيه هو ده بقى جزائك وبقى أنت كنت عامين طوله طول طول الدرس صغير الدرس قليل فكنا بنمشي إيه الدرس كان بيبقى نص ساعة دلوقتي الدرس بازمن عني بقى بنبدأ بعد العيشة فإيه إن شاء الله هيبقى ساعة ده قدركم بقى فإننا كان محاضرة فأنا الفترة الجاية إن شاء الله أعب معاكم ساعة كل محاضرة ساعة إن شاء الله إن السائل ربما يظن إن السائل ربما يظن أن كمال رحمة الله تعالى يستلزم أن يجعل إبليس في أعلى الجنان وأن كل من قتل نبيا أو قتل صالحا أو زنى بأمه أو أخته ينبغي أن يجعل الله في أعلى الجنان لأن الله رحيم طب ده كلام بعد ذا اللي حامين يقوله من الصبح إزاي هيتساوى المؤمن والكافر إزاي هيتساوى الزاني والعفيف إزاي هيتساوى القاتل والمقتول والصارف ومصروق إزاي مش هيتساوى فاللي بيقول أن الله صرف على رحمن رحيم وفين رحمة ربنا في الأخرة أنت كده كأنك بتطلب أن يبقاش فيه نار ويبقى كله فين في الفردوس الأعلى فأي فيه هذا لكمال الله تعالى حتى ينسب إلى الله الظلم إذ لم يحكم بهذه الأحكام لو ربنا ما حكمش أن يبقى كله في الجنة لا يبقى كده ما فيش رحمة أليس من الظلم أن يستوي مصير المؤمن والكافر في الأخرة مع البون الشاسع بينهما في علاقتهم بالله والسعي في نايد الرحمة قال تعالى أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وما ماتهم ساء ما يحكمون ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كله نفس بما كسبت وهم لا يظلمون وقال تعالى ألم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار أنتوا بتطلبوا بإيه عايزين تساووا إيه بإيه لازم يقفيه جنة ونار ولازم يقفيه سواب وعقاب ولازم يقفيه حساب ونحن كمؤمنين مسلمين مستسلمين لشرع الله نحمد الله على أن فيه حساب والله الواحد يحمد الله على أن فيه حساب أصلا حتى لو الواحد هيتحاسب يعني حتى لو الواحد هيتحاسب نحمد الله على أن فيه حساب ليه؟ لأن لو ما فيه حساب كان يمكن إنسان افترى كان تكبر تجبر لكن لأنه يعلم أن هناك سواب وعقاب وأن فيه حساب فالإنسان إيه؟ بيخضع بيخشع لما بيعمل زنب بيتوب ويستغفر فنحمد الله على أن فيه حساب وقال تعالى فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون إيه الحكم ده؟ عايزين المسلمين زي الكافرين؟ طب ربنا خلق الكافر ليه؟ يمحس قلوب المؤمنين حتى يجاهد المؤمنين الكافرين ده أمر مهم جدا إن رحمة الله تعالى في الآخرة لها متعلق وهم المؤمنون يقول الله تعالى فصر الناس على فريقين فريق لهم الرحمة في الآخرة وهم الذين تتعلق بهم صفات الرحمة والعفو والرضى والمغفرة وفريق لهم العذاب في الآخرة وهم الذين تتعلق بهم صفات القهر والغضب والعقوبة أن الله سبحانه وتعالى رحمن رحيم صحيح لكن الله سبحانه وتعالى قهار فوق العباد فالأول مقتضي كمال الله في إحسانه وفضله والثاني مقتضي كمال الله تعالى في عدله وقهره وسلطانه والجميع من مقتضى حكمة الله تعالى وعلمه حتى هنا خطيرة جدا هناك من قال أن الله سبحانه وتعالى يرحم الكافرين في الآخرة وهناها محكة خطيرة جدا زي؟ مش الكافر المفترض أنه يرحم في الدنيا فقط؟ آه رحمن يرحمه في الدنيا ويعطيه المال والأكل والمشرب والمسكن والملبس والعلاج صحيح طب هل يرحمه في الآخرة؟ قيل أن الله سبحانه وتعالى حينما يرحم الكافر في الآخرة فيعدل في أمره فلا يظلمه يعني من رحمة ربنا بالكافر أنه لا يظلمه يحاسبه بعدله وده كان من رحمة ربنا به يعني الكافر هينال من رحمة الله في الآخرة بس إيه اللي هيحصله؟ أن الله سيحكم فيه بعدله ولن يدخل الجنة ده عقيدة يا شباب ده إيمان بالله إن الله لا يغفر أن يشرق به ويغفر ما دون ذلك لما يشاء ويغفر ما دون ذلك لما يشاء ولذلك النار دركات طب النار دركات دي إيه؟ ليه مش كلها دركة واحدة؟ لأن الله سبحانه وتعالى يرحمهم فيحكم فيهم بعدله فيبقى كل واحد له دركة في النار بما فعل فيه في الدنيا إذا علم هذا علم أن دعوة تناقض بين صفات الرحمة وتعذيب الكفار في النار مغالطة كبيرة سببها عدم تمييز متعلقات الصفات لله سبحانه وتعالى وأثارها في الخلق فالله سبحانه وتعالى عليم حكم حكيم رحمن رحيم عدل في اتصاق بين أسماء الله وصفاته وأفعاله ويرتبطها بصفة الحكمة الإلهية التي هي من أعظم صفات الله فيحار الإنسان في كثير من أمره حين يحاول أن يحيط بجميع حكمة الله تعالى في أحد مخلوقاته فضلا عن جميع حكماته في جميع مخلوقاته إذا كان هو أصلا مش عارف الحكمة من وجود الكافر فيحطار في هذا الأمر فيعمل إيه؟ يسكن يتزلل يخضع يخشع لتكون حج عليه في إثبات حكمة الله والتسليم لله بما لم يقض به خبره ولعجزه هنا بقى يدرك أن فيه عجز أنا مش عارف حاجة ده فيه حكم أهه فيه حكم طبعا أنا مش عارف الحكم طبعا لكم احنا بنتكلم على مخلوق خلقه الله قدر أن يكون في النار فإحنا تايهين وبالله الله طب ليه طب إزاي طب إيه الحكمة وتايهين ومحترين طب اعرف بقى خدرك طب إلزم حدك طب إلزمي حدك والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة المرة اللي جاية إن شاء الله هنتكلم على جزئية مهمة جدا هنتكلم على الحكمة من خلق إبليس طب ليه بقى إبليس كلمنا كده على إيه لماذا خلق الله الكافر تتعلم على إبليس هنتكلم على كلام مهم جدا في الحكمة من خلق الله سبحانه وتعالى لإبليس وهنقول اعتراضات وهنقول شبهات وهنرد عليها فيما يتعلق بإبليس تحديدا لأن القمر فعلا فيه كلام كبير جدا المرة اللي بعدها هنتكلم عن خطيئة آدم والفرقان بين المسلمين وبين النصارى وبين غيرنا من الملل في التعامل مع خطيئة آدم عليه الصلاة والسلام المرات الجاية الكتاب بيشد معنا وفي كلام مهم جدا 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 الناس الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا اللهم اغفر لنا اذنوبنا اللهم ارحمنا ورد عنا اللهم اتجاوز عن خطيئنا رحمن الرحيم ربنا اعتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واقنا عذاب النار يا رب العالمين وآخر دعوانا للحمد لله رب العالمين وصلاة ومبارك على رسول الكلمة صفى صلى الله وسلم وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله